الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن معدلات التضخم العام عن شهر أغسطس واللي ارتفعت نصف في المية عن شهر يوليو اللي قبله زملتنا سالي سالم مراسل صباح الخير يا مصر حتقول لنا آخر التفاصيل صباح الخير عليكم وعلى مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان احنا موجودين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنتابع التقرير الشهري اللي بيصدر من الجهاز وهو ما يتعلق بالتضخم ومعدل ارتفاع أو انخفاض التضخم في البداية نوضح لمشاهدين معنى أو مصطلح التضخم بيعني ايه هو المستوى العام للأسعار وارتفاعا أو انخفاضا للسلع والخدمات وده بيأثر طبعا على القيمة الشرائية للعملة خلينا نعرف المعدل التضخم الشهر ده ويه اللي زاد المعدل بيصدر شهريا وسنويا من ضيفي في هذه الفقرة وهو مينة نصحي الباحث الإحصائي في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنا برحب بيك فاندم صباح الخير يعني خلينا نعرف في البداية اي اللي حدث فيه معدل التضخم هذا الشهر سواء ارتفاعا أو انخفاضا صحيح يعني زي ما حالتك وضحت في الأول هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين هو تقرير شهري بيصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الشهر المنتهي يعني احنا بنصدر بيانات عن شهر أغسطس 22 في شهر أغسطس 22 سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ده معناه ببساطة ان سلة السلع والخدمات اللي كان يقدر يشتريها المواطن أو المستهلك بمية جنيه في فترة الأساس وهي متوسط أسعار 18-19 المستهلك محتاج 131 جنيه و70 قرش علشان يقدر يشتري أو ينتفع بنفس السلع والخدمات في شهر أغسطس 22 أو بمفهوم آخر أن الارتفاع في الأسعار مقارنة بالفترتين متوسط أسعار 18-19 وأغسطس 22 ارتفعت بنسبة 31.7% بمقارنة الرقم القياسي للشهر أغسطس 22 مقارنته بالرقم القياسي للشهر السابق له ينتج معدل التدخم الشهري وهذا المعدل ارتفع ليسجل 5 من 10% تأتي أهم التغيرات في هذا الارتفاع هو ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 12.5% ارتفاع في مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.3% ارتفاع في أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.6% ارتفاع في أسعار السلع والخدمات المستخدمة في سيونة المنزل بنسبة 2% خدمات النقل بنسبة 2% أيضا هناك ارتفاعات في مجموعة الوجبات الجهزة بنسبة 1.2% هذا بالرغم من الانخفاضات التي تسجلتها بعد المجموعة الأخرى مثل انخفاض مجموعة الفاكهة بنسبة 8.3% ايضا انخفضت مجموعة اللحوم والدواجد بنسبة 5% وهنا لازم أشير لنقطة مهمة جدا أن مفهوم التدخم الشهر اللي فات كان 9.10% ده بالنسبة لشهر يوليو 22 يقابله شهر أغسطس 22 5 من 10% وده مش معناه أن هناك انخفاض في مستويات الأسعار أو انخفاض في معدلات التدخم لا بالعكس ده هناك ارتفاع لكن بمعدلات زيادة أقل من الفترة السابقة لها وبالنظر لي الرقم القياسي نفسه لأسعار المستهلكين نلاقي أن شهر 6 الرقم القياسي كان مسجل 129.10% الرقم القياسي في شهر 7 كان مسجل 131.10% في شهر أغسطس كان مسجل 131.10% فالزيادة بين الفترة بين 6 و 7 كان 1 و 2 من 10 نقطة الزيادة بين 7 و 8 7 من 10 نقطة يعني هناك ارتفاع لكن بمعدلات أقل من الفترات السابقة أما بالنظر لي المعدل الثاني هو معدل التدخم السنوي وفيه يتم مقارنة الرقم القياسي لشهر أغسطس 22 بالرقم القياسي لنفس الشهر من العام السابق أغسطس 21 وهذا المعدل أيضا ارتفع ليسجل 15 و 3 من 10% مقارنة بـ 6 و 4 من 10% كان مسجل في أغسطس 21 مقارنة بأغسطس 2020 خلينا نعرف إيه الأسباب في زيادة أو ارتفاع معدل التدخم واللي بالطبع بيأثر يعني أو علاقة ترضية مع الأسعار هل المواطن ليه دور في ده ولا إيه الأسباب في الزيادة الأسباب بتاعة الزيادة يعني إجازة المركزة للتعبئة العامة والإحصاء هو جهة رصد للأسعار الفعلية اللي بتحصل في الواقع الميداني قد تكون هناك أسباب متعلقة بالمستهلك قد تكون أسباب متعلقة بالإنتاج قد تكون أسباب متعلقة بالتجار لكن في النهاية الجهاز هو جهة رصد للبيانات وبالتالي هو بيرصد الارتفاع في المستوى العام للأسعار الفعلية الموجودة في الميداني هل فيه سلع معينة أو منتجات معينة زيادة الأسعار بتاعتها أو زيادة المعدل بتاعها ممكن يؤثر على معدل التضخم على الرغم أنه فيه أسعار تانية أو أقسام تانية بتقل فما تؤثرش على معدل التضخم؟ طبعا يعني ده يجيبنا النقطة مهمة جدا وهو الرقم القياسي بيتم حسابه من جزئين الجزء الأول هو تغيرات أسعار والجزء الثاني هو الأهمية النسبية للسلع والخدمات دا فبناء على كام حالتك نقدر نقول أن التغيرات السعرية حتى لو كانت بسيطة في المجموعات أو السلع اللي ليها أهمية نسبية كبيرة جدا هي اللي بتأثر في الرقم القياسي وبالتالي معدلات التضخم أكثر من التغيرات السعرية الكبيرة في السلع والخدمات اللي ليها أوزان بسيطة يعني مثلا قسم الطعام والمشروبات بيستحوز على 36% من إجمال إنفاق الاستهلاكي للأسر فبالتالي أي تغير في هذا القسم أو سلع هذا القسم تكون أو بتأثر بشكل أكبر بكتير جدا من الارتفاعات أو الانخفاضات اللي بتأثر بها باقي السلع والخدمات شكرك أستاذ مينا شكرا جزيلا شكرا لحد يعني مشاهدينا الكرام هذا ما يتعلق بالبيان الشهري الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى واللي بيوضح إن معدل التضخم هذا الشهر زاد عن الشهر الماضي وبالتالي هو فيه علاقة ترضية مع أسعار السلع والخدمات وهو ما تم رصده من قبل الجهاز للشهر الماضي وهو شهر أغسطس من هذا العام هذا هو أبرز ما لدينا والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الستوديو شكرا للمشاهدة